مالك وسعادة طفشانين زهقانين مساكين ما في الدنيا سعيد ابدا الا للتقوى كل الناس اشقيا الا الاتقيا وكل الناس اغبيا الا اتباع الانبياء ولا يفرط في سنة النبي الا الغبي ولا يترك وظيفة الرسول الا الكسول وان لم يكن الا على بالك فانتهالك ولا سلامة الا بالاسلام ولا امنة الا بالايمان ولا خلاص الا بالاخلاص ولا علاج للنفاق مثل الانفاق وفي كل ميدان انت الاقوى بالتقوى فكن منتبه من كل مشتبه وكن حذر من كل قدر وكن محترس من كل مفترس تبغى تهتدي تبغى تستقيم سهل جدا 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 بس احذر ابن عمك الخسيس ولا ادخالك الخسيس وزمينك الخسيس وجارك الخسيس واللي ما يحذر اخساس يعيش مع البساس انتبهوا ترى الانسان ترى الشيطان يربي وين يربي الشيطان فيه في الاسواق في الاستراحات في الشوارع في المقاهي الشيطان يخرج من هذه الاجواء الغافلة الشيبان حسده وشباب فسده لهذا حبة بالله الانسان حقيقته الروح اما البدن علبة الانسان هذا البدن مو بالانسان هذا علبة الروح علبة الانسان جسمك هذا بصر وطماطم وجرجير وقرع وكوس وفول وعدس ومقلقل وصامول يغمش ومنتو هذا جسم الانسان وطحينية وشعرية وفول هذا جسم الانسان لما والدتكم وكم كان وزنك اثنين كيلو اثنين وربع اثنين ونص كيلو من نجتها السبعين خمسين ثمانين كيلو هذا كاس بصر لكلناها كرات القرع والكوس والطماطم والفول والعدس فلماذا يتكبر الفول ولماذا يتكبر العدس ولماذا يتكبر الكوس والبادنجان والقرع يقول يا خادم الجسم كم تسقى لخدمته اتطلب الفوز فيما فيه خسرانه اقبل على الروح استكمل الفضائلها فأنت بالروح لا بالجسم انسانه صور يوم الايام ان شاء الله كلكم ملوك في الجنة الله ملوك ملوك في الجنة لكن كيف نكون ملوك في الجنة اذا كنا عبيد لله في الدنيا لا بد ان نكون عبيدا لله حتى نكون ملوكا عند الله عبيد في هذه الدنيا ما نحب حد ابدا الا الله هو في الله ولا نخاف الا الله ولا نرجو الا الله ولا نعتمد الا على الله ان يكون الله شغلنا الشاغل نعظم الصلاة نعظم المساجد ونعظم موقعة الصلاة ونعظم بالوالدين ونعظم سلاة الراحم ونعظم القرآن